طيب انا حصلت برنامجين واحد لمزامنة الملفات والثاني للرسم يعني اللي هو معالية الصور او الشيء مزامنة الملفات فولدر سينك برو هذا برنامج في منه نسخ مجانية وفي منه مدفوع برنامج ممتاز ويدعم اكثر من طريقة في الوصول للجهاز انا بوصل عند الاسف تي بي وباع من سينك لكل الفولدر تمام فبالتالي السينك بيعمل معي كل يوم او عند الطلب بالنسبة للبرنامج الدرو اخطط برنامج بمرة بسيط طبعا فيه برامج تكون مرة ادبانس بس الاشتراط في البرنامج كان انه اول حاجة بيحفظ ايس في جي ثاني حاجة الرسم فيه يكون سهل بالنسبة للدياكرامس والافكار والتخطيط فهذا البرنامج هو هذا اسمه و اهم ميزة موجودة في البرنامج هذا انه خيره كل الاشكال يعني معظم الاشكال اللي تحتاجه والميزة الاساسية اللي خلتني اختار البرنامج هذا انه بيساعد برضو في تصحيح الرسم هذه اهم ميزة انا صراحة عجبتني هو مش افضل برنامج ولكن يعتبر مناسب للاحتياج ممكن ترسم الفكرة او المخطط هنا وبعد كده وهذه الميزة الاساسية اللي انا احتاجها اللي هي الاس في جي طالما انت بتحفظها اس في جي فاي برنامج على الديستوب ممكن يدعم الاس في جي ممكن تفتح ملف وتعدل عليه بدون ما تخسر الشغل اللي تم وبالتالي هذه الميزة الاساسية لانه الاس في جي هو فرمات ينفتح في اكثر من البرنامج واكثر من البرنامج تشغيل طيب حنراجع للفكرة من الاساس حقلنا فيه ثلاث انواع من الملفات نص صورة وفيديو والفيديو في له مقطع وفي له فيديو كامل بالنسبة لي الاقسام حيكون ملف فولدر او كاتيجري و تاج بالنسبة لتكسيم مثل النظام وفيه نظام تشغيل وفيه أبليكيشن وفيه فايل الفايل هو اللي تركيز عليه انه فيه امتداد للملفات يكون يونيفرسل زي التكس زي الاس في جي وفيه امتداد يكون بيعتمد على البرنامج بالتالي اذا كان البرنامج غير مدعوم في كل منصات هنروح مع الانيفرسل زي مثلا الصور اخترنا نروح مع الاس في جي اذا كان بيدعم في كل منصات زي الدك هذا له محرر نص اخر حاجة عندي الاسم هعتمد التسمية هذي طريقة هذي في تسمية انه في عندي اسم وفي عندي تاكس هتكون بعد الدوت الاول كل التاقات المهمة اللي تكون موجودة للملف ممكن نكتوبها هنا وبعدين الدوت بعدين الاكسنشن من تباوزة كان جبجي پینجي الاخر اشتركوا في القناة